موسيقى راديو دابنغا راديو دابنغا راديو دابنغا راديو دابنغا موسيقى موسيقى اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دابنغا العزاء ببرنامجنا اليوم السبت المواثق 21 سبتمبر عام 2024 برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عنوينها موسيقى تبادل القصف المدفعي واستمرار المعارج يوم الجمعة بين الجيش والدعم السريء في الفاشر موسيقى مسؤول باريس بالقوات المشتركة التي تحارب لجانب الجيش وأكد سوء الأوضاء الإنسانية في الفاشر لكنه يتوقع بك الحصار عن المدينة موسيقى نقل البشير وعبد الرحيم محمد حسين ويوسف عبد الفتاح من أمدرمان إلى مروي لتلقي العلاج ومحام البشير يطالب إطلاق صراعهم بموجب تعهدات شخصية حسب تعبيره موسيقى الأمم المتحدة تحذر مما وصفتها بخسارة كارسية للأرواح في السودان لتحدي صادر من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دابنغا موسيقى تبادلت قوات الجيش والدعم السريع القصف المدفعي واستمرت المعارك بينهما يوم الجمعة في مدينة الفاشر وأكدت مصادر محلية أن قوات الدعم السريع شنت سلسلة من عمليات القصف المدفعي تركزت على مقر الفرق السادسة مشا في الفاشر يأتي ذلك بعد يوم من القتال الدامي بين الجانبين حيث أفاد مواطنون من الفاشر بأن حركة المواطنين ووسائل النقل قد تراجعت بصورة كبيرة بعد القتال العنيف يوم الخميس وقال مواطن تحدث لراجو دابنغا من الفاشر أن عادة الإصابات التي وقعت يوم الخميس جراء المعارك بين قوات الجيش والدعم السريع لا يقل عن 30 إصابة وشك من أنهم يعانون في علاج أولئك المصابين بسبب توقف غالبية المستشفيات والمراكز الصحية في الفاشر عن العمل وأضاف أن المدينة شهدت يوم الجمعة عاقبة تلك المعارك ما يشبه التوقف التام في حركة المواصلات مضيفا أن معارك الخميس بدأت بعد الظهر واستمرت حتى المغرب وأكد أن الاشتباكات والقصف تركز على جهة شارع المصانع ومنطقة السوق الكبير وتاب قائلا أن الأسواق الطرفية في المدينة لا تزال تعمل على رغم من استمرار المعارك والقصف المدفعي وتحدث عن المعاناة التي يواجهوها ذو الجرحى في تلقي العلاج وأضاف لراجو دابنغا أعرب على قوات الدعم السريع لكنه أكد بالمقابل في مقابلة مع راجو دابنغا أن أوضاء المواطنين في الفاشر مزرية وسيئة للغاية وتابع قائلا أن ما وصفه بالضمير الإنسان العالمي لم يلتفت للوضع في المدينة كل هذه المعاناة ويشاهدونها كأنما شيء لم يحدث ودعا العالم أن يصحوا وينقص شعب الفاشر مما يتعرض له وردا على سؤال لراجو دابنغا عن سبب رفض القوى المشتركة التي يدبع لها للمبادرة التي طرحت من قبل بانسحاب الجميع من الفاشر وتسليمها للحركات المحايدة حركة عبدالواهد استنكر كايا هذه الدعوة وقال إنه لا توجد أي حركة محايدة كما استنكر وصف عبدالواهد محمد نور رئيس حركة تحرير السودان بالمحايد وطلب توجيه سؤال له عن طرحه بشأن نزع سلاح قوات الدعم السريء وغيرها من القضايا وأضاف لراجو دابنغا بالنسبة لأوداء المواتنين في الفاشر بسبب الحرب أوداء سيئة قالص ومزرية للقاية ولكن المزري والمعرق للدمير إنه الدمير الإنسان العالمي لا يتحسس كل هذه المعاناة ويتفرجونه كأن شيء لم يحدث نتوى الدمير العالم الإنسانيين في العالم أن يسحوا دميره وأن يواجهوا الحقيق وأن ينقذوا شعب الفاشر أكد المحامي محمد الحسن الآمين عضو لجنة الدفاع عن الرئيس المخلوع عمر البشير في تصريح لراجو دابنغا إن البشير ووزير دفاعه السابق عبد الرحيم محمد حسين ووزير الشواب والرياضة السابق يوسف عبد الفتاة قد نقلوا من أمدرمان إلى مدينة مروي شمال السودان لتلقي العلاج وأضاف أن نايب البشير السابق بكري حسن صالح كان قد سبق هذه المجموعة إلى مروي قبل ثلاثة أسابيع لنفس السبب وتابع قائلا إن هذه الخطوات تأتي بسبب عدم توفر العلاج الكافي في منطقة وادي سيدنا العسكرية وأضاف إنهم لا يزالوا معتقلين في مروي وطلب الأمين عضو هيئة الدفاع عن البشير بإطلاق صراح هؤلاء المزولين السابقين إسوة ببقية المعتقلين الذين اطلق صراحهم من سجن كوبر بتعهدات شخصية وبضمان أن يعودوا متى ما طلب منهم ذلك عندما تكون الظروف الأمنية مواتية لذلك حسب وصفه وأضاف لراجو دبنغا الآن موجودين كلهم في مروي وذلك باعتبار أن المنطقة العسكرية في واجسيدنا لا يوجد بها ومستشفى واجسيدنا لا يوجد به العلاج الكافي ونحن في هيئة الدفاع نطالب بإطلاق صراحهم أسوة ببقية المعتقلين الذين خرجوا من كوبر بتعهدات شخصية وبضمان أن يعودوا متى ما طلب منهم ذلك عندما تكون الظروف الأمنية مواتية لذلك حزرت الأمم المتحدة مما وصفتها بخسارة كارسية للأرواح في السودان وذلك في آخر تحديث صادر من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن السلاسي المتمثل في الجوء والنزوح وتفشي الأمرات يخلق وضعا ينذر بإمكانية فقدان الكثير من الأرواح وفي آخر تحديث صدره مكتب الشؤون الإنسانية أفاد بأن برنامج الأغذية العالمي عمل للوصول إلى 8.4 مليون شخص بحلول نهاية العام للتغلب على الجوء في البلاد ووفقا لموقع أخبار الأمم المتحدة فإن منظمة اليونسيف تعامل على نقل إمدادات التغذية المنقذة للحياة لعلاج حوالي 215 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد في السودان لكن وفقا لأرقام الأمم المتحدة نفسها فإن هذه العداد المستهدفة أقل بكثير من عدد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية في مختلف أنحاء السودان قال وزير الدولة السابق بوزارة العمل محمد يوسف مصطفى إن الانتاج الزراعي قد توقف عمليا منذ أن وصلت الحرب إلى ولاية الجزيرة مضيفا أن الفلاحين والمنتجين صاروا غير آمنين على أنفسهم وفي حديث لراديو دابنغا تعليقا على مذكرة تحالف المزارين بالجزيرة والمناجل للأمين العام للأمم المتحدة إن الحرب تسببت في عرقلة وصول مدخلات الانتاج من أسمدة وبزور ومبيدات وآلات زراعية وقطع غيار ووقود وغيرة وأوضح إنه أصبحت هناك مشاكل في النقل والطرحيل مشيرا إلى أن من غامروا وجلبوها بطرق مختلفة عرضوها على المزارين بأسعار تفوق قدرتهم على الشراء وهم أصلا معدومين وأضاف لراديو دابنغا إنه الحرب دي مما دخلت الجزيرة عمليا توقفت العملية بتاعت الإنتاج لأنه المزارعين والفلاحين والعمال الزراعيين بيقوا غير آمنين على نفسهم دعك من أنه الحرب ذات على المستوى القومي بتاع السودان عرقلت الإنسياب بتاع مدخلات الإنتاج أفاد لاجيون السودانيون في معسكر ترانزيت الحدود بأسيوبيا بتجدد الاشتفاكات قرب المعسكر بين الجيش الأسيوبي ومليشيات محلية يوم الجمعة وقال اللاجئ السوداني دكتور مالك عبد السلام لراديو دابنغا إن أصوات المدافع والاشتفاكات سمعت في المنطقة مما أثار القلق وسط اللاجئين الذين لم يجلوا بعد إلى منطقة آمنة وتمكن موظف المفاوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بعد هدنة موقعة يوم الخميس من الوصول إلى معسكر ترانزيت وتوزيع بعض المساعدات المتمثلة في البسكويد وبدون توفير الحصص الغذائية الكاملة ويقيم في ترانزيت نحو 2 ألف لاجي سوداني إضافة إلى لاجي آخرين من جنوب السودان وأريدريا يذكر أن أكثر من 3000 لاجي سوداني بينهم أطفال ونساء وكبار سن فروا من غابات أولالاف في الثامن من أغسطس الماضي بسبب انعدام الأمن وتوجهوا سيرا على الأقدام إلى منطقة التسجيل الحدودية في المتمة حفاظا على حياتهم فأدت الأنباء الواردة من مدينة كادوغلي بوفاة طفلين يوم الخميس من حي مرتاب بسبب تناول عشاب سام ما اضطروا لأكلها جراء الجوب وأكد مصدر من كادوغلي لراديو دابانق أن الطفلتين وهما شقيقتان تناولتا هذا النوع من العشب السام دون معرفتهما بطبيعته أو نوع وتابع قائلا أنهما نقلتا إلى مستشفى كادوغلي بسرعة في محاولة لإنقاس حياتهما لكن تأثير السوم كان أسرع يذكر أن مدينة كادوغلي وولاد جنوب كردفان ومن تعاني من معدلات عالية من سوء التغذية بين الأطفال وذكر تقرير لراديو دابانقا في أغسطس الماضي أن الجو عجبرة مواطنين في ولاد جنوب كردفان على أكل نبتة الكول والحشائش كما شهدت بعض المحليات في أغسطس الماضي احتجاجات كبيرة بسبب الغلاء الطاهن وانعدام بعض السلع في الأسواق ووصف ناشطون الوضع المعيشي في ولاد جنوب كردفان بالكارس قلل الكاتب دكتور النور حمد من شأن خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي دعا فيه طرفي القتال إلى سحب قواتهم وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وإعادة الانخراط في المفاوضة ووصف في مقابل ماراجد بنقى خطاب بايدن بقليل القيمة مضيفا أنه جاء متأخرا ولا يحمل أي جديد وتابع قائلا أنه الخطاب أقل من حجم المؤساة وجاء وفقا ما تقتضيه الدبلوماسية وأشار إلى أن الكثيرين احتفوا باخطاب بايدن وذلك بسبب حالة الضغط الشديد والمجاعة والتشرط الذي طال أمده عليهم وعبر عن اعتقاده بأن ما نشرته الصحف الغربية مؤخرا عن سوء الأوضاع في السودان وفداحته وتجاهل المجتمع الدولي لهذا الحالة النادرة والاستثنائية ربما دفع الإدارة الأمريكية للتدخل في الأمر المستمعين العزاء بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دابنجا وإلى اللقاء